أكدت وسائل الإعلام السينيغالية عن وفاة لعب المنتخب السينيغالي سابقا بابا بوب ديوب عن عمر ناهز 42 عاما وذكر موقع ذكر أكتو بأن لعب الذي اعتزل ميادين كرة القدم سنة 2013 توفي بعد صراع طويل مع المرض هذا وشهر بابا ديوب بتجيله هدف الفوز على منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم بكوريا الجنوبية سنة 2012 ولعب العديد الأندية الأوروبية على غرار فولهام بورموث ويستهام ولونس الفرنسي